سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لنصف الأول من هذا العام ارتفاعا بنسبة أقل من 1% بحسب تقرير لدائرة الإحصاءات العامة معدل التضخم في الأردن ارتفع بنسبة 90% منذ بداية العام الحالي ولنهاية شهر حزيران وقد نجمت هذه الزيادة عن ارتفاع أسعار مجموعة من السلع تشكل أهميتها النسبية 65.5% أبرزها الألبان ومنتجاتها والبيض التي ارتفعت بنسبة 5.5% الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 6.44% وأسعار الفواكه والمكسرات حيث ارتفعت بنسبة 7% تقريبا واللحوم ودواجن ارتفعت أسعارها بنسبة 3.15% في حين سجلت أسعار 26 مجموعة سلعيا خفاضا في الأسعار خلال النصف الأول من العام الحالي تشكل 49.3% أبرزها أسعار الوقود والإنارة التي انخفضت بنسبة 6% تقريبا والنقل انخفضت أسعارها بنسبة 83% أسعار مجموعة الملابس انخفضت بنسبة 61% إضافة إلى أسعار مجموعة الزيوت والدهون التي انخفضت بنسبة 1%